السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتكلم عن التحليل المعدات التربعية ونستمر مع المعدات التربعية والمربعات الكاملة فيما سبق درسنا إيجاد ناتج ضرب مجموعة وحدتي حد في الفرق بينهما والآن نحل الثلاثية الحل الثلاثية الحدود على صورة المربع كامل وحل معادلات تضمن مربعات كاملة ندرس الآن المفردات المربع الكامل في الفرق بينهما نحن سابقا درسنا قلنا لو كان حد أول زائد حد ثاني للتربيع يساوي الحد الأول للتربيع زائد 2 ضرب الأول في الثاني زائد الحد الثاني للتربيع هذه التذكرة بحالات خاصة درسناها الحد الأول ألف والحد الثاني باء للتربيع يساوي الحد الأول للتربيع ألف للتربيع وكمان 2 ضرب الأول ضرب الثاني هنا يعني 2 ألف باء والثالث باء للتربيع الحد الثاني للتربيع كذلك أيضا إذا كان الحالة خاصة كانت عندي ألف ناقص باء الحد الأول للتربيع ناقص 2 ضرب الأول ضرب الثاني زائد باء للتربيع ننتبه بالحالة هنا الموجب تأتي هنا والسالب تأتي هنا طيب هذه الحالات خاصة درسنا اليوم شو المقصد رح يعطينا نحن هذه كثرة حدود ورح نرجعها بهذه الصيقة يعني نحن سابقا كنا نأخذين حالات خاصة ألف للتربيع زائد باء ألف زائد باء كلتا للتربيع كنا نقول هي ألف للتربيع زائد 2 ألف باء زائد باء للتربيع الآن بيعطيني ألف للتربيع زائد 2 ألف باء زائد باء للتربيع بقول هذه تساوي ألف زائد باء للتربيع مثال نحن عنا معطينا هالمثال 16 سين للتربيع زائد 24 سين زائد 9 كيف بدنا نعرف نكتبها عن طريق أحد الحالات الخاصة ولا لا الحد الأول هل في حد بدربه بنفسه بيطلع معي 16 سين نعم هو 4 سين 4 سين ضرب 4 سين بيطلع معنا 16 سين للتربيع طيب هنا 9 في عدد بدربه بنفسه بيطلع 9 نعم 3 ضرب 3 صح طيب معناته لشوف الحد الأول هو 4 سين والحد الثاني بد يكون 3 وبالتالي لو ضربت 2 ضرب الحد الأول ضرب الثاني هل بيطلع معي 24 سين هل 2 ضرب 4 سين ضرب 3 بيطلع 24 نعم بيطلع 24 2 ضرب 3 ضرب 40 بيطلع معي 24 سين معتها هذي تستطيع أن نكتبها طيب قلنا هذي الفكرة الأساسية أنه بيكون عندها بيعطيني إياها بهذا الشكل ثلاثية حدود وبدأ رجعها عن طريق حالة خاصة أمثلي عم يعطيني سين للتربيع زائد 8 سين زائد 16 نحن كنا آخذين بدروس الماضي سين زائد 4 مربع لحد الأول سين للتربيع وعندنا 2 ضرب الأول ضرب الثاني يعني 2 ضرب سين ضرب 4 بـ 80 ومربع لحد الثاني 4 مربع للتربيع 16 طيب كيف أنا بدي أستطيع أنه أكتبها بهذا الشكل من هذا الشكل لهذا الشكل سين للتربية في عدد بضربه بنفسه بيطلع سين للتربية آه نعم سين طيب في عدد بضربه بنفسه بيطلع معي 16 نعم هو 4 شو اللي شارع هنا موجب نحط موجب ملا بعدين شان نتأكد من الحل صح ولا لأ نرجع نبدأ سين للتربيع زائد 4 بين قوسين سين زائد 4 بين قوسين للتربيع نشوف هل تتحول لهذا الشكل منطبق الحالة خاصة مربع الأول سين للتربيع زائد 2 ضرب الأول ضرب الثاني هو 8 سين صحيح مربع الثاني هو 4 للتربيع يعني هو 16 إذن حلنا صحيح هنا سين للتربيع شو هي العدد اللي بدروب نفسه بيطلع سين للتربيع سين خلون إشارة سالب نحط سالب شو العدد اللي بدروب نفسه بيطلع 2 ضرب الأول ضرب الثاني ست سين زائد مربع الثاني مربع الثاني مربع الثلاثة كم تسعة إذن الكلام صحيح بتشوف كيف نحنا هل كلام صح ولا لا هل أربع صاد بتنستطيع نكتبها هي عبارة عن 2 صاد ضرب 2 صاد طيب هل هون التسعة في عدد بضروب نفسه بيطلع معي 9 ثلاثة ضرب 3 بيطلشوف الآن هل لتنين صاد زائد ثلاثة كلية مرفوعة للقص للتربيع بتساوي 12 صاد نشوف الخطوة الثالثة 2 ضرب 2 صاد ضرب 3 بتساوي 12 إذن الشرط 3 متحققة الشرط الأول لازم يكون في عدد بضروب ونفسه يطلع معي 2 4 صاد للتربيع هو 2 صاد والشرط الثاني لازم يكون في عدد بضروبه بنفسه بيطلع معي 9 هو 3 ضرب 3 والشرط الأخير إن العددين اللي وجدتين الأول مرة والشرط الأول والشرط الثاني إذا ضربتهم ببعض ونضربتهم باثنين لازم يطلع يساوي لحد في الوسط 12 صاد لقد تحقق لقد تحقق من فهمك في عدد بضروبه بطلع 9 صاد للتربيع نعم هو 3 صاد للتربيع في عدد بضروبه بطلع معي 16 هو 4 4 4 الآن 12 ضرب 2 24 ضرب صاد بطلع معي 24 صاد إذا تشكل مربعا كاملا هنا 2000 في عدد بضروبه بنفسه بطلع 2000 لا في عدد لا يوجد عدد إذا لا تشكل مربع كاملا يعني ما نحتاج نكمل الخطوات السابقة هل في عدد بضروبه بنفسه بطلع 2000 للتربيع ما في عدد الشرط الأول ما تحقق خلاص ما بنظر على الشرط الثاني والثالث قال عم يعطينا ملخص هنا لطريقة التحليل طبعا احنا احيانا مثل الدرس الماضي احيانا اذا كان عنه ثلاثية حد بنرجعها لمربع كامل اذا كان عنه ثنائية حد هنا ثنائية حد ف مربع مجموع المجموع في الفرق يعني الحد الأول زاد الحد الثاني في الحد الأول نقص الحد الثاني هذا الدرس الماضي اخذنا وهذا هو الحل اليوم اللي عم ناقدها هي ثلاثية حدود على صورة مربع كامل احيانا ما نستطيع نحلل مباشر يجب يوجد في قسم مشترك بين الحدود لازم اخراجه للقارج وبعدين نستطيع نحلل هذي اخذناها هذا سين للتربية زائد باء سين زائد جيم هذا اخذناه بالدرس القبل اول درس عددين مجموع باء وجداء ضرب جيم وهون عددين مجموع باء وجداء ضرب ألف ضرب جيم بعدين منفك باء سين لجزئين ومنحل هذا تلخيص للدروس الماضي التحليل التام الآن خمسة سين للتربيع ناقص 80 هل استطيع أن نحل المباشر لا لاحظ أنه في قسم مشترك بين الاثنين بين خمسة سين للتربيع والثمانين لو حللت الأول هي عبارة عن خمسة ضرب سين ضرب سين والثمانين أنا استطيع حللها عشرة ضرب ثماني والعشرة هي خمسة ضرب اثنين والثماني هي اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين اذا صار اربعة اثنين ضرب خمسة القاسم مشترك بين هاتن شو هو خمسة يبين واضح منحل لنحنا خمسة سين بتصير خمسة بين قوسين سين للتربيع ناقص لثمانين كم خمسة منقسمها ونوجد الحل يعني نحن لدينا خمسة سين للتربيع ناقص ثمانين يما بنتظر القاسم مشترك للخارج خمسة بس خمسة بين قوسين سين للتربيع ناقص ستعاش ونحنا سين للتربيع ناقص ستعاش نستطيع نحللها عن طريق الدرس الماضي هي عبار عن خمسة في سين ناقص أربعة في سين زاد أربعة لأن سين للتربيع ناقص 16 أصبح لعلينا عند حد أول ناقص حد ثاني الحد الأول في حما كان من نموز ألف سين للتربيع ألف سين للتربيع ناقص ست سين ناقص انا عددين مجموع سالب 60 وجداء ضرب سالب 35 وجداء عددين مجموع سالب 6 وجداء درب سالب 35 وجداء عددين سالب 21 وجداء سالب 25 جزاء هذا تمرين عن درس كان سابق عنا تذكره فيه صار عنا اربع حدود فصلوا كل حدين لواحد طلع القاسم مشترك وطلع عندي ثلاثة سين زائد خمسة وهو ثلاثة سين زائد خمسة نستطيع ان نخرج ثلاثة سين زائد خمسة للخارج بصير ثلاثة سين زائد خمسة بين قوسين ثلاثة سين نقص سبعة بهذه الشكل وطلع أحدث ونحل ونخرج القاسم المشترك لانه اه اه اول هو قوسين خمسة بهذه الشكلات كان ليس عدد من المعرفعة بهذه السن الأول بعد قوسين من المعرفع عمل قوسين كنا في المعرفع هنا مربع الأول ناقص مربع الثاني وبالتالي الأول ناقص الثاني في الأول زاد الثاني هنا سين زاد أربع كيزين ناقص أربع في عدد بدروب النفسه بطلع سين تربيعها سين في عدد بدروب النفسه بطلع معي 16 آه هو أربع